البخل في العلاقة الزوجية الخاصة ساذا صار البحث شوية عميق لكن نشير إليه إشارات أحيانا أحد الزوجين يحتاج إلى الآخر ضمن العلاقة الزوجية الخاصة الطرف الآخر يتمنع يرفض لا يقبل لا يسخو رجل أو امرأة طيب وهذا أمر منهي عنه لا سيما بالنسبة إلى المرأة الوجه في أن لا سيما للمرأة ليش لأن يقولون حاجة الرجل الجنسية حاجة سريعة وحاسمة غير قابلة للتأجيل هذا ضمن دراسة نفسية الرجل يتحدثون أنها مثل النار تشتعل بسرعة وتخبو أيضا بسرعة بعكس المرأة التي ترتفع بالتدريج وأيضا تخبو بالتدريج فلهذا من البخل من قبل المرأة أنها لا تستجيب في هذه العلاقة لو طلبها ولذلك أيضا ورد عندنا وأن تمكنه من نفسها ولو كانت على ظهر قتب ظهر قتب تدري يعني شنو البعير يخلون عليه مثل السرج وعادة يكون من خشب عسير هو أساسا مركب البعير فدمركب سيء طيب إشلون هناك أصل الركوب هو صعب فضلا عن ممارسة العلاقة الجنسية يقول حتى لو كان هناك طيب مطلوب منها أن تستجيب له نظرا لأن طبيعة إثارته الشهوية هي هكذا تقول لنتظر لين نوصل فلان مكان أو ما أدري نقعد فلتان مكان أو شيء لا هو هذه الحالة الشهوية حالة مشتعلة بسرعة عنده وأيضا تخب بنفس المقدار ولهذا عدم التمكين في هذا الجانب شيء سيء دخلت امرأة على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها لعلك من المسوفات قالت وما المسوفات قال لها رسول الله المرأة التي يطلبها زوجها فلا تزال تسوف الأمر معه حتى ينام مسكين ينعس وينام بعدين خلاص طيب هذا انتصاف إلى المرأة انتصاف إلى الرجل أيضا ترى في الطرف الآخر هناك أيضا حالات من هالنوع أن نساء تقول الرجال أو بعض الرجال لا يقمن بما تطلبه المرأة في هذا الجانب البخل في هذا الجانب إذا فهمت المرأة ماذا يريد الرجل وفهم الرجل ماذا تريد المرأة هذا يحتاج له بحث خاص لكن عبارة عامة أقول لك الرجل يقولون هكذا الرجل يعطي الحب ليربح الجنس والممارسة والمرأة تعطي الممارسة لتربح الحب كل واحد غرضه غير غرض الثاني بس يلتقون في هذه الجهة لذلك انت إذا أخذت حقك من دون أن تعطيها حقها من الحب من الكلام الطيب من التغزل من غير ذلك ما أعطيتها حقها كامل وهي أيضا لو أعطتك كلام وتغزل وغير ذلك من دون أن توصله إلى الأخير ما أعطتك الحق الكامل من البخل التسويف من البخل الإنشغال إيا كن يقول رسول الله صلى الله عليه وآله إيا كن يخاطب النساء أن تطولن صلاتكن لتمنعن أزواجكن ما صار التطوع مالش إلا الحين الوقت العادي أربع دقائق تصلين الحين ما خليتي مستحب من المستحبات اللي ذكرها الشهيد ألف مستحب اللي جبتيها فهل صلاة في الوقت طيب وعكس ذلك أيضا بالنسبة إلى المرأة ترجمة نانسي قنقر